سلام لكيب رايح نقدم لكم نصيحة خفيفة ضريف الخوتي ولكن في توضيح هادا النصيحة تخص أصحاب السيارات مشي 301 مشي 200 ويت لي عندهم محرك انسيس اشدي ولكن صندوث شوفو وصنكن شوفو لأنو لابان هادي يجي فيهم انجيكتير كونتينونطال مشي بوش والكونتينونطال رايح يخرج فيه مشكل لي هو شائع يقومي البيستون تسمع دي فوق تكون مريح مع أصحابك بلي قومة السيد بيستون قومة بيستون قومة المحرك هادي قومة شائعة رايح نعتها لك شوف معايا هنا في الفيديو هادي هي قومة البيستون لاشمبر هادي شوف كيف هاتوشات حتى السيغمون ليبان لاشمبر هادي توشات شميزة البيستون دابقع هادي من الكمية الكبيرة تعال انجيكتير اللي ما بخش هنا الانجيكتير ولا يسيل ديراك في لاشمبر كي تكون الكمية فوق الحد لازم تاحا اللي باش تبخ بها الانجيكتير الانجيكتير عند حساب باش يبيش تفلاشون كون يكون بزاف مازوت يقومي البيستون انطوماتيك مو يقومي النوع تعلين الانجيكتير هاد هو شوف كيف هاد يرعقل عليه البوش ما يجيش تيما هاكات ع 200 و 301 بسح كون تروح 300 و 2 نفولة تلقى هاد الانجيكتير تلقى هاد الانجيكتير هادو من اخطر الانجيكتير حتى البومبيس بارك الله فيه بعد ما دلنا دياغنوستيك شاكي باخونا هنا في ولاية واهران قال لك الانجيكتير هادو ما فيهمش سلاك قال لك لازم اربعة عدا راح طلحهم في البونديسيب لابا راي تاحهم شافهم قال لك فيهم مشكل هو عندها ثلاثة وواحد مليح شوية قال لكم ما الاحسن تبدلهم في ربعة بسكولابيس تاحهم ديجا الى قتكون دوريجين واخونا هاد يخدم غيب الدوريجين ما يخدمش بالطايوان وراني يكاسب هادو باش منطحش هادو المشكلة اخي الكريم لازم اول حاجة تفهمها بلي هادو فييوكيل صاف يبادر بلي عيان ولا المحرك هادو عيان ولا لانجيكتير عيان الى قدير في راسك بلي هادو حساس ويسحق مازوت يكون متطور بزاف وصافي بزاف ومقيب بزاف يلقي يكون ايريسيس ولا ايريسات باش هادو لانجيكتير ما ينضر ما تصر على حاجة ولكن في بلادنا رك تعرف كيف هالمازوت بلا من تدخلو في هادو اكسيجي وحنا رانا في دول افريقية الله غالب بسببت المازوت شو فش راهي يصره انا النصيحة اللي نقد نقدمها لك هاد الانجيكتير الاعراض توقعه باينين في الكونتينون طالة تكون دوزيان ولا هكا غيفوك دوضانة تبغي تديقراضي الاعراض توقعه لو لقع يبدا يطرتك غيوحدة يبدا يولي فيه كليكاج تطرت انا ننصحكي لو وصلت لهذا الموصل اقلعه ديرك تديه بون بيس قلع لي زينجيكتير فيه ربعة فوتهم في البون ديسي قبل ما تخسر محرك يقومي لك البيستان وتولي فيه مصروف كبير نزيدك حاجة واحد اخرى في طرق غازون مطاول شعلي عندك كنز ميل ماكسيموم ترنت ميل بدلهله هاد النوع من المحركات نقي الريزيرفور تاعك مين دك خطرها في التروام وكات مو نقي ريزيرفور والحاجة المهمة الولاية تاعك اللي تسكن فيها دير بومبا ريبار عمر غي منها ابر كي تكون خاطر الله غالب غادي تدير النية وتوكل على الله وتعمر من عند من عند بومبا اللي ما تعرف هاش انتير ادي تريس كي ما نقولو زيد في طرق غازوال ما تطور شعلي ومين دك دي الله برودوي خطرها في الشهر في الشهرين باش تستحفظ على الموتر تاعك هاد يقع استحفظ على الموتر ان شاء الله تكون استافدت معنا